السبوع عند المصريين معنى من المعاني اللي بتخليهم يفرحوا ويسعدوا بس كان لابد ان احنا نسأل ليه عند الاسبوع لما يمر اسبوع على المولود نبتدي نحتفل بيه عارفين ليه لان هم عارفين ان الجمال والفرحة ما تتمش الا بانوار حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حضرة النبي علمهم ان الاسبوع دوة وحدة يمكن الانسان ان هو يحتفل بوجوده في الدنيا من خلالها ازاي ده؟ اول حاجة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمهم لما سألوه يا رسول الله لماذا تصوم يوم الاثنين هو حضرة النبي بيصوم يوم الاثنين والخميس فحضرة النبي قال لهم ايه؟ هذا يوم ولدت فيه فالمصريين اتعلموا حكتين من كلام حضرة النبي ان هم يحتفلوا بميلادهم وخلاص بقى الاحتفال بالميلاد حاجة رائقة وفائقة وسنة من سنة حضرة النبي تابوا نحتفل بالميلاد ليه؟ لان احنا لما بنحتفل بالميلاد مش بنحتفل في كنا اصحاب هذا المجد وهذا الوجود لكن احنا لما بنحتفل بالميلاد بنحتفل بنعمة ربنا بالايجات تاني عندما نحتفل بالميلاد نحتفل بنعمة الايجاد ان ربنا اوجدنا من العدم واظهرنا في شكل هذا الكائن الموجود فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله انت بتصوم يوم الاثنين ليه؟ قال لهم هذا يوم ولدت فيه فيبقى هو مر اسبوع فحضرة النبي كل ما يمر اسبوع يحتفل بمولده صلى الله عليه وسلم فالمصرين قالوا اذا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عايز يعلمنا ان الاسبوع ده مهم جدا جدا في الاحتفال بالمولود فخلاص لما ييجي الاسبوع نبتدي بقى ايه؟ نعمل الاحتفال به وحضرة النبي كمان من سنته انه بيسم المولود بعد اسبوع طب ليه؟ ليه بيسم المولود بعد اسبوع؟ لان حاجة مهمة جدا جدا الاسماء في البشر من اشرف ادوات التقدير والاحترام ليهم ولذلك حضرة النبي لما اخدنا منه ان احنا نحتفل بمولدنا كل اسبوع ونحتفل في اليوم السابع بالمولود هنحتفل اول حاجة ايه هي؟ رمز التقدير للانسان ده فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم خلى الاسبوع نسمي المولود في اليوم السابع وكمان ليه طيب؟ لان الاسبوع ده اصغر وحدة في حياة الانسان ايه اصغر وحدة متكملة في حياة الانسان؟ اليوم؟ لا احنا لازم نبص كده اه ده الاسبوع الاسبوع اللي هيتكون منه الشهر وهتتكون السنة وهيتكون العمر فالاسبوع هو وحدة متكملة زي ما نتكلم كده على السنة ده الفصول متكملة فالوحدة المتكملة يبقى مر عليه كل الايام مر عليه يوم الجمعة رمز الكل الجمعة اللي هتجي في حياته والسبت رمز للسبتات وللأحد وهكذا فالاسبوع ده رمز لي الوحدة المتكملة في حياة الانسان وعشان كده يبقى إحنا نسميه في اليوم السابع وعشان كده فيه سنن تاني زي قص شعر والتصدق بيها والتصدق بمثل وزنها فضة أو ذهب كل ده فنفهم إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن احنا نعمل إجراءات الإجراءات دي كلها مالها كلها تخرج تحت عنوان شكر النعمة لإن ده بيخليك تحس بحلوة النعمة وتحس إن انت داخل في باب وصل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم